اسمحوا لي في البداية وإحنا معدنا النهاردة مع استكمال الدراسة في سفر المزامير إننا نقرأ الأعداد القليلة مزمور الأول عبارة عن ستة أعداد هقرأهم لأنهم مش هيخدوا معنا حوالي دقيقة أو دقيقة وسواني معدودة بيبدأ المزمور بهذه الكلمات طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاط لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس لكن في نموس الرب مصرته وفي نموسه يلهج نهارا وليلا فيكون كشجرة مغروسة عند مجار المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجحه ليس كذلك الأشرار لكنهم كالعصافة التي تذريها الريح لذلك لا تقوم الأشرار في الدين ولا الخطاط في جماعة الأبرار لأن الرب يعلم طريق الأبرار أما طريق الأشرار فتهلكوا أمين وقفنا المرة اللي فاتت مع مقدمة لسفر المزامير وأحب الحقيقة أشارك بحاجة هنا استكمالا للي سمعناها المرة السابقة أنه أصفار التوراة الخامسة الحقيقة بتصيب بصمتها في كل الكتاب فمع أن سفر المزامير طويل ومية وخمسين مزمور إلا أنه مقسم إلى أقسام ممكن نشوف أن كل سفر من أصفار موسى الخامسة بينطبق على جزء من هذه الأجزاء الخامسة في سفر المزامير فمثلا كمثال لهذا الأمر الجزء الأول من سفر المزامير بيبدأ من مزمور واحد حتى نهاية مزمور واحد واربعين والجزء ده طبعا زي ما احنا عارفين أول سفر في أصفار موسى الخامسة هو سفر التكوين فالجزء بيشابه سفر التكوين جدا يشابه إزاي لأنه المزمور اللي احنا لسه يعني قرأناه من دقائق معدودة بيكلمنا عن رجل ورجل يعيش بحسب فكر الرب رجل يعني مصرط الرب مصرطه في نموس الرب وده كالعكس تماما من بداية سفر التكوين فسفر التكوين يكلمنا عن آدم الأول وعصيانه للرب وسقوط الإنسان في الخطيئة لكن سفر التكوين أيضا ينتهي بموت يوسف لكن يوسف كان عنده كل الرجاء أنه هيخرج من أرض مصر وأوصى إخوته من جهة عظام وده تماما يتشابه أيضا مع نهاية الجزء الأول من سفر المزمير فآخر حاجة ممكن نقراها في هذا الجزء الأول المزمور 41 والأعداد الأخيرة فيه في عدد 11 يقول كده بهذا علمته أنك سررت بي أنه لم يهتف علي عدوي وكأن الموت اللي يوسف يعني اعتبر أنه لن يمنعه عن الرجوع إلى أرض كنعان بالرغم من أني يعني عظامه خلاص هي أو وضعه كإنسان وكمالك خلاص انت بس كأنه بيردد بالنبوة هذه الكلمة لم يهتف علي عدوي والجزء الثاني من سفر المزمير اللي بيبدأ من مزمور 42 وحتى نهاية مزمور 72 أيضا الجزء ده بيشبه السفر الثاني في أصفار موسى الخمسة اللي هو سفر الخروج ليه بيشبهه؟ لأنه اللي هيقرأ أول مزمور في هذا الجزء مزمور 42 حيلاقيه بيتكلم عن الأنين والوجع والآية الشهيرة اللي فيها ألف مزمور 42 لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تأمين فيها؟ ويكررها في هذا المزمور أيضا أكتر من مرة وكأنه ده يتشابه مع بداية اللي بنشوف فيه من بدايته كيف استعبد شعب إسرائيل في أرض مصر وكانت العبودية قاسية والزل والمهانة كانت صعبة ليهم لكن كمان هذا الجزء الثاني من سفر المزمير اللي بينتهي بمزمور 72 ما أكثر الشبه بينه وبينه سفر المزمور 72 وهو زمير أو نهاية الجزء الثاني ينتهي أيضا بالمجد فبيقول في المزمور 72 عدد 19 مبارك اسم مجدهي إلى والتمتلئ الأرض كلها من مجدهي وهكذا ممكن نشوف المقارنات دي لما نوصل لبقية الأجزاء إذا شاء الرب وعشنا فالحقيقة دي إيه كلمة الله فعلا كل الكتاب هو موح به من الله الأقسام الخمسة بتاعت سفر المزمير دي نلاقي أني كل قسم فيها بينتهي بكلمة أمين أو أمين ثم أمين ودي علامة على يعني نهاية كل جزء من سفر المزمير لكن نرجع بقى للمزمور بتاعنا المزمور الأول والحقيقة بعض الترجمات سمت المزمور ده السعادة الحقيقية ونقدر نقول كمان مش بس ده العنوان الوحيد اللي ممكن نعتبر لهذا المزمور لأنه سيظل الإنسان يبحث عن السعادة ويبدأ سفر المزمير بهذا المزمور اللي بيوصل للإنسان مفهوم السعادة الحقيقية لكن نقدر كمان نحط له عنوان آخر ونسميه النجاح الحقيقي في الحياة لأنه النجاحات في الحياة فيها نجاحات حقيقية وفيها نجاحات مزيفة وده طبعا من وجهة النظر الإلهية أو وجهة النظر الروحي عشان كده المزمور الحقيقة باختصار بنشوف فيه ثلاث أفكار حلوين جدا يلخصوننا المزمور الفكرة الأول مين الشخص اللي يعيش النجاح الحقيقي وكيف يعيش هذا النجاح فكرة تانية كيف يكون الإنسان عكس النجاح بقى ممكن نقول الفشل أو السقوط كيف يكون حال الإنسان ساقط أو حال الإنسان الفاشل لكن الفكرة التالتة ما هو المصير النهائي لكل من الفئتين لمن يعيشوا في نجاح حقيقي في طريق البر ولمن عاشوا في طريق الشر ما هي نهاية هذا وذلك وحوالين الثلاث أفكار دول بيدور المزمور ولما بيبدأ بالكلمات الحلوة المحفوظة لمعظمنا طوبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاط لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس أرجو أن احنا نكون ملاحظين أنه ما بيقولش طوبة للرجل الذي لا يسلك أو الذي لا يقف أو الذي لا يجلس لأ ما فيش كلمة لا لكن فيه كلمة لم لم بمعنى أنه دمع لم يسبق له أن فعل شيء من هذه الأمور أبدا طب لو حبينا بقى ندور على الرجل ده مين الرجل اللي ينطبق عليه الكلام ده فعلا فلن يكون هذا الرجل إلا الرب يسوع له كل المجد هو يعني الرجل الناجح في حياته بحسب مشيئة الله وبحسب أفكار الله يعني بنسبة مية في المية لكن إن كان الرب يسوع هو كده وينطبق عليه ما يذكره باقي المزمور في عدد اتنين لكن في نموس الرب مصرته وفي نموسه يلهج نهارا وليلا فعلا ده كان واقع حياة الرب يسوع المسيح فكأنه إحنا قدام أمرين الأمر الأول لمن يريد أن يكون ناجح في حياته ومتعلما النجاح من الرب يسوع المسيح الأمر الأول أنه يكون في موقف صحيح من العالم أو بالتحديد من أهل العالم والموقف الصحيح ده يتلخص في الآية الأولى بأنه حريص جدا اللي عايز يمشي وراء خطوات الرب يسوع لأن الكتاب يعلمنا بوضوح من قال أنه سابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا والآية دي الحقيقة يعني بتحطنا قدام تحدي كبير أنه كما سلك ذاك وطبعا ذاك مقصود برب يسوع المسيح والرب يسوع في سلوكه طبعا لا توجد صغرة ولا توجد زلة ولا يوجد لون ولا يوجد عين يكفينا أنه هو اللي وقف وسط الناس كلها ويقول من منكم يبكتني على خطية وبالرغم من كمال سلوكه وكمال حياته لكن الكتاب يقول لنا وهو يقدر المسافة الشاسعة بيننا وبينه هو وحده القدوس الذي بلا شر ولا دمس وإحنا الخطاط الأسمى اللي افتقدتنا نعمة الله لكن رغم المسافة دي لكن يقول لنا كما سلك ذاك ينبغي أن يسلك هو أيضا أي من يقول أنه سابت في المسيح عشان كده إن كنا بنقر بتفرض الرب يسوع المسيح وكماله لكن أيضا الحقيقة إحنا بكل اتضاع عايزين نسلك ذات الخطوات لأنه هو كان تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته فالرب يساعدنا يكون عندنا موطف صحيح من العالم ومن أهل العالم بأننا لا نسلك في مشورة الأشرار أدي لهم أفكارهم ومؤمراتهم واحد من ملوك العهد الأديم وهو اللي يتبع كلمة الحقيقة تدينا مزيد من التحذير عن مشورة الأشرار اللي أراها في سفر أخبار الأيام يقول لنا أنه أول ما بقى مالك عمل الشر في عيني الرب مثل بيت أخاب لأنهم كانوا له مشيرين بعد وفاة أبيه لإبادته طبعا كان ناسب وخد بنت أخاب فعشان كان يعتبر أنه مطوء من القرية من هيكل الرب في أرشالين لكن كان يرجع إلى ويقول لك تف عدد خمسة فسلك بمشورتهم وذهب معي هرام ابن أخاب ملك إسرائيل لمحاربة حزائيل ملك أرام في رمود جلعاد وبعد كده نرى النهاية الصعبة لهذا ضق أحمر بالنسبة لنا يحفظنا الرب أننا نكون في موقف صحيح من كل مشورة شرية من أهل العالم لكن ما أحلى بداية هذا المزمور هو يبدأ بكلمة طوبة يا بخت فعل اللي يعيش كده لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاط لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس والحقيقة كانتها خطوات متتاد فاللي هيدي ودنه لشورة الأشرار هيبتدي فكره يشتغل ويقلب والأشرار أكيد هيشيره عليه بفخاخ كثيرة يظنه أنها ستنجحه في الحياة وهتخليه أفضل لكن هيلاقي نفسه بقى دخل في المطب التاني أنه ابتدى يقف في طريق الخطاع وابتدى يتعامل بإسلمهم وطريقهم فتكون النتيجة ييجي المطب التالت أنه يلاقي نفسه جالس في مجلس المستهزئين طب وليه؟ الحقيقة ده ما يجيبش الأدام أبدا ده يجيب لورا تماما فالكتاب قال لنا تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر لكن تعالوا لو عملنا عكس هذا الرجل اللي ممكن ينزلق بالشكل ده لو بقى كنا مش جالسين في مجلس المستهزئين لكن ده احنا قدامنا الشرف بعد ما نعمة الله خلصتنا وبعد ما تمررنا مجانا أنه احنا نكون جالسين برضه بس جالسين فين؟ جالسين مع ملك الملوك وربه بالأرباب وما أعظمه شرف بس مش بس اللي عايز ينجح في حياته يكون موقف صحيح من أهل العالم ومن شرورهم وأفكارهم فاحنا عارفين قول الكتاب أن المعشرات الراضية تفسد الأخلاق الجيدة لكن كمان يكون موقف صحيح من شريعة الرب وده اللي بنقراه في عدد اتنين لكن في نموس الرب مصرته وفي نموسه يلهج نهارا وليلا الواحد مش بيبعد عن أهل العالم وخلاص وهو انتهى الوضع على كده لا ده احنا قدامنا سكة طويلة ستظل حتى النفس الأخير لا تنتهي بأننا عايزين نصر بناموس الرب طبعا أيضا الآية دي بحرفيتها تنطبق تماما على الرب يسوع المسيح احنا فاكرين التشبيه الحلو الذي يؤخذ من خيمة الاجتماع أنه التابوت في خيمة الاجتماع كان من خشب الصنط ويغش بالزهب رمز لنسوت الرب يسوع ولاهوته لكن أيضا كان في داخل التابوت يوضع لوحي الشريعة وكأن الرب يسوع طوال حياته وهو يتحرك على الأرض كإله كامل وكإنسان كامل كان في داخل قلبه كما يقول في مزمور أربعين شريعتك في وسط أحشائي عشان كده كانت مصرة الرب يسوع بناموس الرب ودي الدعوة المقدمة لنا كلنا يا ترى إيه اللي بيصرنا في رحلة الغربة يعني لا أماكن معينة فيها سرور ولا أوضاع وإمكانيات معينة ممكن تعمل للإنسان سرور لكن في نموس الرب مصرته وفي نموسه يلهج نهارا وليلا والغاية هنا الحقيقة نقدر نشوف يعني الآية الأولى عن الذي لم يسلك في مشورة الأشرار بتاخد فكرنا إلى أهمية السلوك الصحيح والآية التانية اللي بتكلمنا عن اللهج في نموس الرب وفي كلمته نهارا وليلا بتورينا كيف نكون في موقف صحيح من كلمته وده تماما الحقيقة زي ما أوصل رب شعبه في العهد القديم مش أي حاجة ينفع تاكلوها ولازم تاكلوا الحيوانات الطهرة طب نعرفها منين يا رب الحيوانات الطهرة في سفر اللويين أصح 11 نذكر كلنا إن كان هناك شرطين للحيوانات التي يصرح الرب بأكلها الشرط الأول إنها تشق الظلف يعني أظافر قدميها تبقى مشقوقة بمعنى لها سلوك صحيح وفي نفس الوقت الشرط الثاني أنها تكتر ودي كانت عادة بعض الحيوانات إن هي لما تبتلع طعامها يعني مرة أخرى ترجعه وتكتر فيه وتطحنه أكثر حتى تسهل هضمه وإن كانت دي يعني شروط الحيوانات الطهرة في العهد الأديم ألا نتعلم منها الدرس إنه عشان نكون في حياة طهرة أمام الله وحياة ناجحة كم يعوزنا أن يكون لنا السلوك الصحيح اللي في نقتفي خطوات الرب يسوع المسيح لكن أيضا يعوزنا نحقق الأمر الثاني والشرط الثاني أننا نصر بناموس الرب ونلهج فيه أي نفكر فيه أي نعجب به أي يعني نبقى ولهنين بناموس الرب الحقيقة الحياة بالشكل ده هي فقط ضمان النجاح وأخيرا أختم بالآية رقم ثلاثة وهترك الفرصة بقى الأخ طلعت لما بيقول بقى إيبا حاله إيه؟ حاله إيه هو عايش الحياة هنا مش لسه هننتظر يعني نتائج في الأبدية لكن النتائج ببان من هنا فيكون كشجرة مغروسة مغروسة يعني موضوعة بإحكام يعني فيه ثبات يعني مفيش أي حاجة تزعزعه يكون كشجرة مغروسة عند مجار المياه وهنا مش بيقول عند نهر للمياه لكن عند مجار المياه حيث يعني الإرتواء والشبع ولا يوجد فعلا مجار مياه بالنسبة لنا كمؤمنين أفضل مما يقدمه الرب يسوع ده هو حتى وعدنا وقال من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي إذا كان ده حال المؤمن حينما يرتبط بالرب فكم وكم يكون حالنا كمؤمنين وإحنا كشجرة مغروسة عند مجار المياه بنشرب كل يوم من هذا النبع الصافي من أفكار الرب يسوع من كلمته الحية من طرق اللي بنتعلمها يوم بعد الآخر فتكون النتيجة الشجرة دي فيش حاجة تزها تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يزبل والثمر هنا تعبير عن أن مجار المياه حياتنا رائحة المسيح الكية وحياة المسيح تظهر فينا لكن كمان ورقها لا يزبل الورق اللي لا يزبل ده تعبير عن النظارة المستمرة قد إيه يعني ممكن نكون محفوظين من ضعفات كثيرة وتكون حياتنا الروحية نظرة إذا كنا في موقف صحيح وكل ما يصنعه ينجح وما أحلى الكلمة دي تطبقها التام على الرب يسوع المسيح زي ما بيقول الكتاب في إشعية 53 مصرة الرب بيده تنجح فالرب يدينا هذا النجاح